خلينا نروح سريعا لأخبار النادي لها رسميا وبدون أي فصال اليو ديانج يثير غضب الجزائريين أنا عارف أنتم استنين خبر كهرباء طيب تكلمنا في موضوع ديانج علشان بس ما تكلمش فيه تاني وقلت لكم ديانج لم يخطئ ديانج السؤل بترشح مين فراجل ما يحطش منتخب الجزائر في المرشحين فانهالت عليه صحف الجزائرية بالتحديد صحيفة النهار الجزائرية لكن من وجه نظر ديانج لم يخطئ في تصريحاته هنتابع ديانج وهنتابع علي معلول وهنتابع فقرة النادي لالي وهنتابع بدر بنون زي ما زميلي وساسفروه سعدة قال بيغيب عن لقاء المنتخب المغربي خلال الساعات القادمة للإصابة نتمنا له الشفاء كهرباء رسميا في نادي هاتاي سبورت التركي الأهل يعلن رسميا وزي ما الحمد لله انفرضنا مع حضراتكم يوم بعد يوم التفاصيل هاتاي سبورت التركي رسميا يتعاقد مع كهرباء لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل خمسمائة ألف دولار النادي الأهلي أعلن رسميا عبر قنواته الإعلامية الإعارة مقابل ستة أشهر كهرباء مدت تعاقده لمدة موسم قبل التجديد ويمكن أمير توفيه مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي أنهى كل الأمور مع كهرباء والنادي الأهلي كان حريص على الأمور المادية لكهرباء كافة الأمور الإدارية والمالية النادي الأهلي كان سبورت قوي جدا 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 لكهرباء تاني أنا انفرضت مع حضراتكم بالأمس ناس اللي اتكلمت على عهد كهرباء كهرباء مدت تعاقده لمدة موسم ثم بعد ذلك مضى على تعاقده مع فريق هتاي سبورت التركي ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع بنية البيع بنية البيع المبلغ يفوق ثلاثة مليون دولار بعد موافقة النادي الأهلي كهرباء أبتل ساعاته أنه خلاص هينتقل خلال ساعات يمكن خلال ساعات اليوم هيسافل لتركيا نضم على طول فريق مركزه الخامس تقريبا في الدوري الدوري التركي مكمل ما بيقفش كهرباء عايز يلعب متحمس هو شايف من وجه نظره أن كده كده ما كانتش هيشارك في كاس العالم للأندية فيالله أخد الفرصة والعب وابدأ صفحة جديدة ولما لا يمكن ألعب وشارك وزي ما تعلقت قبل كده فأكثر من تجربة احترافية أثبت نفسي للجميع وارجع تاني البيتي النادي الأدي فكهرباء بنتمنى له التوفيق خطوة يعني خلينا نسنده وندعمه ونقفل بقى الصفحة دي نقفل الصفحة دي نساند وندعم كهرباء وهنتابعه في الدوري التركي زي ما كنا بنتابع مصطفى محمد وهنفضل نتابع كل اللعيبة المصريين في كل الدوريات سواء الأوروبية ولا العربية ولكن يعني زي ما لو سازمت حتفقد بقولك ربنا يكرم كهرباء لأننا حاسس بيه لأن الظلم وحش الظلم وحش وأنا متفق معاك أن قهرباء ما كانش يواخد فرصته مع بيتسو مصيماني بالشكل الكافي ولكن هي دي قرات القدم نتمنى لقهرباء التوفيق بإذن الله طيب قبل ما أتكلم معاكم النهاردة أو منذ ساعات النادي الأهلي يكرم بشكل رسمي وكلنا كنا منتظرين هذا التكريم وتواجد الكابتن محمود الخطيب في الإمارات والتكريم للنادي الأهلي جائزة محمد بن راشد كأفضل نادي في الشرق الأوسط أفضل مؤسسة رياضية عربية ما فيش تكريم بعد كده كابتن محمود الخطيب تواجد في الإمارات وكابتن محمود الخطيب في كلمة يعني اتكلم وقال أنه هذه الجائزة المرموقة شرف لنا وفي نخبة من مختلف الشخصيات من دول العالم الجائزة حافز لنا لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل الجوائز والبطولات والمدليات بتدي للرياضيين أكيد حافزوا مزيد للتقلق ولكن الجائزة عليها صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وده بيزيد من قيمة هذه الجائزة وبيجعلها أجمل وأروع بيشكر دايما دولة الامورات على تطوير الرياضة في مصر وفي الوطن العربي ودايما هو ده قيمة التواجد العربي وقيمة التواصل دايما كلمات الكابتن محمود الخطيب بيباليها معنى ليها معنى وليها قيمة وبمنتهى الأمانة وبلا أي تحيي لما قيمة زي كابتن محمود الخطيب بيتكلم اعرف أن فيه حاجة تستفيد منها اعرف أن فيه حاجة هتستمتع بيها وهنا ميزة الراجل لما بيكلم يعرف هيتكلم امتى وهيقول ايه وهدفه ايه كلام واضح وكلام له معنى طبعا بنبارك لنادي الآلي وبنتمنى له توفير في كل الجوائز يعني نادي الآلي تقريبا استفتاء وشوشة بيتتاحه بالكامل يعني ولكن بلاش نسبة لأحداث لكن تأكريم بلا شك له قيمة ومعنى خصوصا لما يجي من دولة شقيقة زي دولة الامراد جائزة محمد سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نهاردة كابتن محمود الخطيب تسلم الجائزة وكان سعيد جدا 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 بهذا التكريم واعتقد بي حاجة مميزة والنادي الآلي سعيد بيها جدا جدا جائزة تضاف لبطولات النادي الآلي جائزة وتكريم يضاف لبطولات النادي الآلي ايوة انا عارف انا بقول ايه تضاف لبطولات النادي الآلي طيب غضب الكابتن محمود الخطيب شوف انا كنت بقول استعادة الكابتن محمود الخطيب في ثواني غضب الكابتن محمود الخطيب غضب الكابتن محمود الخطيب يأتي بسبب اصابات كورونا في النادي الآلي واتكلمت مع حضراتكم مبارح وناس زعلت مني لما قلت خمس لقيبة جالهم كورونا ناس كلموني وقالولي انت ليه اعلنت وليه استعجلت احنا هنعمل مسحة جديدة وبنشوف رابط تست تاني وهنشوف ولكن احنا هنا دايما بنتكلم في النادي لالي استاذ وسيلة احنا بنقول بمنتهى الامانة موضوع كورونا في النادي لالي غضب الكابتن محمود الخطيب يأتي بسبب انتشار فيروس كورونا في النادي لالي لدرجة ان الكابتن محمود الخطيب طالب من الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورا ان كل اللعيبة الفترة اللي جاية ما ينفعش حد يكون موجود في تجمعات ما ينفعش حد يكون موجود في كافيهات ما ينفعش حد يكون موجود في اي اماكن مزدحمة حرصا على قوام النادي الاهلي انت خلاص بتتكلم خلال ساعات هتلعب مباراة الجونة وبطولة انت بتنفس عليها واخد استعداد كويس وقربت من مشاركة في كاس عالم للاندية فايه الفكرة ان اللعيب وردتاني جيله كورونا امر احزن الكابتن محمود الخطيب والدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي كالتعليمات وصارمة مع اللعيبة بمنتهى الامانة وده بالفعل حاجة تحزن يعني خلينا اقول لحضراتكم حوالي 11 لعب كان في محل الشك في النادي الاهلي ويمكن 7 لعيب اتغيبوا بالمران بالامس وانا قلتلكم اساميهم ياسر ابراهيم وفرسي تاو ومكسوني وليد سليمان واحمد دبيل كوكا وطار محمد طار واحمد عبدالقادر خلينا نقول يعني بشكل رسمي 8 لعيبة هيخضعوا للمساحات جديدة خلال الساعات القادمة ولكن الخماسي اللي الاهلي اعلن عن اصابتهم بشكل كورونا الاستاذ ميت حدفوض قال لك ياك في تجمعات اللعيبة في فرح ربيعة في فرح ربيعة وغيره في كل التجمعات في الفترة دي مرفوضة تماما الجهاز الطبي او الدكتور احمد ابو عبل رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي اعلن ان المصابي كورونا في النادي الاهلي بيرسي تاو لويس مكسوني احمد نبيل كوكا واحمد عبدالقادر تاني بيرسي تاو لويس مكسوني احمد نبيل كوكا واحمد عبدالقادر ولكن انا بضم اليوم طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري يعني انت بتتكلم تاما لعيبة في النادي الاهلي محل كورونا او محل مخلطين او فيهم شك خلينا نقولهم بيرسي تاو مكسوني نبيل كوكا احمد نبيل كوكا واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري وليد سليمان كمان إن شاء الله نتطمن عليه فإصابات كورونا بتزيد في النادي الآية علشان كده كابتن محمود الخطيب كان عنده له كل الحق في حزنه وتعليماته الواضحة والصارمة للجهاز الإداري والطبي في النادي الآية فنتمنى الشفاء لكل مصابي كورونا إن شاء الله وفي بداية المران حتى منذ ساعات كابتن سيد عبدالحفيز مدير القورة اجتمع مع موسيماني في وجود الجهاز الطبي علشان ينصق كل الأمور التدريبية الخاصة في الفترة القادمة لأستاذ شام